ايه؟ احنا عملين بنتكلم بقى في النوقع؟ الزمال الكيلعب ازاي؟ طب تعال انا بص على النصر هم تيجي تقول النصر عنده لقات ضعف؟ ايوه هتلاقي الامور ايه بتقل؟ كتير او نقات ضعف كتير اوه كريستانو مثلا منتهي كريستانو تاليسكا روزوبيتش سيكوفوفانا لكن انت تعال انا بص على نقاط الضعف اللي موجودة؟ انا بلتارية طبعا حتى لحد يمسك الكامل بقى يقول لك انا حدا بلوك يساون لا اقول لك انا خط الظهر بتاع فرقة النصر من الموسم الماضي لم يتغير بتتكلم على علي العجامي وعبدالله ماضو الاثنين السنائي جايدين ماضو لعب دولي قبل كلا مع المنتخب السعودي لكن معدلات السرعات فيها مشكلة العودة الاماكن التمركز فيها مشكلة وركز معايا على العودة الاماكن التمركز دي فيها مشكلة لان ده اللي احنا هو ده البلان اللي الراجل تشتغل عليها وسوريو كرة دايما مع النصر ودايما نصر هو اللي ضغطك اولا لا تغامر بتبطيق بعض الافكار بتاعي تستحوز وجري مفيش الكلام ده خالص مباراة زيدي خالص لانك هتغامر بربع مساحة اللي بتسيبهم في المباراة العادية المباراة خلصت اول ربع ساعة والموضوع هيبقى بعيد جدا طيب العب كومباك تشتغل عالتحولات طب لما تلعب كومباك تشتغل عالتحولات نروح بقى الخط تدفع النصر خط تدفع النصر لما اجي اتكلم على سلطان الغنام وخالد الغنام دي الجابهة اليمين بتاعة النصر الجابهة اليمين بتاعة النصر فيها مشكلة دايما ورا سلطان الغنام ادي واحد اتنين الاثنين اللاعبه اللي بيلعبه في القلب عشان كل اقتراك انا عايز الجزيري هنا يبقى دايما في العمق البرترشن بتاعه في العمق سواء عبدالله ماضه او العجامي لاثنين بطاق في العودة الاماكر التماركس تاني يعني الكرة لما بيقوا طالعين وكرة بتتقطع من الناصر وتعامل علامة الترانزيشن بسرعة بيقوا عيد قوي عن منطقة التمنتاشر فعبل ما بيرجعوا المنطقة الاماكر التماركس بيرجعوا غلط وببطء طبعا انا بتكلم هنا على امور نسبية بتكلمش على انه دول مدافعين ضعاف لكن بتكلم ايه العيوب ايه المشاكل اللي موجودة اليكس تيليس اليكس تيليس بيطلع اه لكن بيرتد بسرعة جدا فالناحية اليمين شبه هتكون معطالة عند الزمالك عشان يقفل الجابهة بتاعت اليكس تيليسو غريب واللي احيانا كمان هتلاقي رونالدو بيطلع هنا لما بيدخل هنا بيتكلم هنا ده رونالدو وده تاليسكا او الاتنين دايما بيلعبوا كده اتنين فوق بعض رونالدو جوا وتاليسكا هو اللعاب الحر اللي بتحرك هنا لما بيدخل تاليسكا انسايد احيانا رونالدو بيطلع الناحية دي فهيبقى فيه ضغط كبير عجبها اليمين بتاعت الزمالك فالمفتاح عند الزمالك هو زيزو من ناحية الشمال سيف الجزيري قدام الانطلاقات بتاعت فتوح لو هو اللي لعب ناحية الشمال وعندي ثلاثة في وسط المالب عشان اللعيب يقدر يقفل عليه هنا ناحية الشمال لما يطلع فتوح ولو لعب حاتم ولعب فتوح الناحية اللي هتبقى اللينكب ما بين فتوح وما بين زيزو هو ده اللي يقدر يحرك الزمالك ويعمله عملية الترانزيشن لان انت لما تيجي تعمل عملية التحولة كريمة بمنتقى البساطة عشان بكافية ايه اللي يحصل ربط ما بين خطوط الملعب فيه لعب يقعرف يربط ما بين الخطوط فانا هنا قد يلجأ لفتوح او يلجأ لعمر جابر لو فتوحه اللي لعب الناحية دي عشان يقدر يعمله عملية الربطة من خط الدفاع وخط الوسط ويقدر ينقله طيب ده جزء الجزء التاني انا بعد ما باخد الكورة وبعمل بيها الران خمسة متر ستة متر عايز اعمل الباس في المساحة طب الباس في المساحة عندي العيب مميز جدا في الانتراقات دريبلينج بتاعها ممتازة قدر اشتغل عليه هو زيزو عندي الجزيرة اللي لازم انتراقاته ممتازة لكن انتراقاته ممتازة كانت اجبارية في مكان غلط كان بيتحرك دايما ناحية اليمين اللي المفروض بيلي يتحرك فيها شكبال شكبال مش قادر يعمل الدور ده سيد عبدالله نمار موجود يقدر يعمل ده بشكل جيد يعني حتى لو ما بيطلع الجزيرة بيطلع هنا على الرايت بيقدر سيد نمار يعمل ويدخل ودي المنطقتين اللي سجل منه قدام المنستير من عمق الملعب او لو جزيرة دايما لو دخل في العمق يقدر سيد نمار يروح في المكان اللي هو يلاعج فيه سنة اللي فتت كوينج باك ناحية اليمين مع فريرة يقدر ينطلق كجناح يمين فهل النصر عنده؟ اه النصر عنده مشاكل ايه موجود عنده مشاكل كتير في خط الظهر مش مشاكل قليلة ايه حتى أليكس تريس احيانا بقى فيه مشاكل وراه فخط ظهر النصر هو اضعف خطوطه والحارس اضعف خطوطه لكن لكن هل هو هيوصلك لده اصلا؟ هل انت تقدر تعمل الترانزيشن ده بالشكل الناجح ده؟ لكن انا شايف انه الامور متاحة لو التزم الراجل على قلل فورق مش تبقى كبيرة يعني حتى لو فيه فورق في الفورق ومباراة بتلعبها تفاصيل بالمناسبة ومباراة الشباب بغد نظر على رأينا في فراكلة الجزاء اذا كانت صحيحة ولا مش صحيحة لكن مباراة الشباب الفورق فيها كانت تقولها جدا لانه بس تاني هفرق الشباب في حالة والنصر في حالة النصر شي بيكمل المحترفين بتوعه منهم تلاتة اربعة موجودين بالسنة اللي فاتت ففهمين بعض ولما جاب اتنين جاب اتنين لعبوا معاها مباراة الاولانية في المعسكر الاعدادي بروزوبيتش وفوفانا فالتنين موجودين معاها بدأ يخش جول فيه غير الشباب خالص